نعم هذه التظاهرات التي انطلقت منذ الواحدة من ظهيرة اليوم في مدن الخرطوم الثلاث الخرطوم بحري وامدرمان الآن تقابل القوات الأمنية السودانية هذه التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث الذين خرجوا في هذه المظاهرات التي دعت لها تنسيقيات اللجان هذه التظاهرات هي بعد مرور عام ما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي للعام الفين وواحد وعشرين والذي يعتبره الجيش بمثابة الخطوة التصحيحية والقرارات التصحيحية فيما تصفه قوى الثورة وتنسيقيات اللجان التي تدعي لهذا التظاهر بالانقلاب والانقضاض على الوثيقة الدستورية وقطع الطريق أمام مسار الانتقال الديمقراطي فهم يعلنون هذه الجداول التصعيدية ما بين مظاهرات مركزية وأخرى لا مركزية وفقا لتنسيقيات اللجان لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي وأيضا تحقيق أهداف الثورة هذه التظاهرات التي استبقتها السلطات بإغلاق جميع الجسور عدى جسري الحلفاية وسوبة وإغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للجيش وأيضا الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري الذي اتخذه المتظاهرون وجهة لهذه المظاهرات التي رفعت شعارات معا لإنهام ما تم في الخامس العشرين من أكتوبر الماضي وما ترتب عليه ولا للتسوية بالرهان على كل الوسائل السلمية التي تحدثت عنها للوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق الأهداف الثورة نعم يعني طارق حجم هذه المظاهرات والقوى المشاركة فيها وهل هناك قوى سياسية لم تشارك فيها نعم هذه التظاهرات هي بحسب مشاهداتنا وكنا في الميدان هي تظاهرات بحجم كثيفة جدا وبحجم كبير خاصة هذه التظاهرات التي انتظمت هنا في مدينة الخرطوم والتي اتخذت عددا من النقاط وهي قبالة البوابات الجنوبية على بعد أربع كيلومترات أو يقل بقليل من البوابات الجنوبية للقصر الرئاسي هذه التظاهرات تأخذ زخما كبيرا لا سيما هذا الشهر شهر أكتوبر الذي أطلقت عليه تنسيقيات اللجان أكتوبر الثوري ولا سيما بأن هذا اليوم يتزامن مع اليوم الذي تخرج هذه الجماهير وهذه القوى الثورية للتظاهر للتنديد بما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي فمنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي للعام 2021 وحتى أكتوبر للعام 2022 لم تهدى هذه التظاهرات التي تدعو لها تنسيقيات اللجان داخل مدن الخرطوم الثلاث وتشاركها هذه التظاهرات عديد المدن السودانية للمطالبة بالحكم المدني وعودة العقارب السياسية إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي حيث وقع التنسيقيات اللجان على ميثاق موحد هذا الميثاق الموحد يعمل على توحيد قوى الثورة ومواجهة وفقا له هذا الميثاق ما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وأيضا التحدث عن طبيعة الدولة وطبيعة الحكم والبرنامج الاقتصادي وأيضا التداول للسلطة كل هذا كان في هذا الميثاق الموحد الذي وقعد عليه عديد تنسيقيات اللجان هنا في الخرطوم وأيضا شاركتها فيه تنسيقيات اللجان بولايات السودان المختلفة إذن هذا الحراك التصعيدي وفقا لتنسيقيات اللجان أنه لم يهدأ ولن يتوقف حتى يتم استعادة مسار الانتقال الديمقراطي والوصول للدولة المدنية الديمقراطية بالرهان على الوسائل السلمية هذه التظاهرات تنتظم حتى هذه الساعة التي أتحدث فيها معكم حيث إن المتظاهرين يراهنون على أنهم يعني يواصلون في هذا التصعيد حتى بلوغ غاياتهم المتمثلة في الحكم المدني وتحقيق أهداف الثورة على الجانب الآخر طارق ما هو الموقف الرسمي وبين بررت السلطة قطعها للإنترنت الذي دأبت عليه في الآونة الأخيرة كوسيرة التعامل مع كل هذه الفعاليات نعم حتى الآن ليس هناك أي تصريح من مسؤول لما جرى خاصة في قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل استباقا لهذه التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات اللجان تزامنا مع مرور عام مما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي ولكن هذه الوسائل كانت تتخذها السلطات في التظاهرات السابقة ولكن تخلد عنها في التظاهرات الأخيرة ولكن يبدو أن هذا قطع خدمة الإنترنت استباقا لهذه التظاهرات ربما وفقا لكثيرين ربما يكون من الخطوات الاحترازية التي تتمهى تماما مع إغلاق جميع الجسور عدى جسرين حيث كانت التظاهرات السابقة يتم إغلاق جسر واحد وهو جسر المكنمير الذي ربط مدينتي بحر والقرطوم وهو أيضا يؤدي إلى البوابات الجنوبية الخاصة بالقصر الجمهوري حيث تحدده دائما هذه التظاهرات وجهة للتظاهر ونقطة أخيرة لهذا التظاهر لربما وفقا لكثيرين أن يكون قضع خدمة الإنترنت أيضا هو من الخطوات الاحترازية الخاصة بالتدابير أو الاحترازات الخاصة بهذه التظاهرات ولكن هناك غضب شعبي عارم لقضع خدمة الإنترنت التي تقطع المتظاهرين عن التواصل فيما بينهم وتقطع العالم عن التعرف عن ما يجري في السودان عن طريق هذا الحراك التصعيدي شكرا جزيلا لك طارق بابكر مرسل لقد كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم شكرا جزيلا لك